رمضان كريمي وبدأت رحلة جديدة بسيطة مع حكايات الناس وراء كل باب رزق شكراً لكل الناس الحلوة اللي دايماً معنا في الحلقة أصحاب الحكايات الملهمة الرزق في التحكة الصافية الرزق ده بصحة وعافية الرزق في الكلمة الحلوة الرزق ده فحضان دافية الرزق في الرضع الحل وفي قلب طيب يدعي لنا الرزق في عملنا الصالح الرزق ده فراحة بلنا سبحان الله اللي خلقنا رحيت مفتا وزع أرزقنا سبحان الله لما بيوهد ويوقق قبلنا ناس في طريقنا وهنا يطبع المصحف الكريم ويدمغ بعلامة الأزهر الشريف هنا زيارة خاصة إلى مطبعة الأزهر حيث يطبع المصحف ويوزع إلى جميع أنحاء العالم بعد إجازته والتدقيق في كل حرف وآية وصورة هنا تدور المطابع كل يوم ليأذن لها بآلاف متوسخ القرآن الكريم سنة 1930 بدأت مطبعة الأزهر الشريف في الأزهر الشريف في طبعة المصحف علشان تكون هي المكان المعتمد الوحيد في العالم كله اللي بتعتمد المصحف كما يذهب إلى بيوتنا المصحف اللي بنشوفه لازم بيقى معتمد من الأزهر وبالتالي الأزهر كمان طبع المصحف الشريف إحنا النهاردة في مطبعة الأزهر يمكن أول برنامج يصور داخل مطبعة الأزهر ما هياش أكيد المطبعة اللي بدأت سنة 1930 لكن هنا مطبعة الأزهر في منطقة العباسية في وسط القاهرة من هنا يخرج كل سنة آلاف الآلاف من المصاحف إلى جميع أنحاء العالم خلينا راح بمشايخنا الجمال كل سلام حضراتكم طيبين ومتشكرين على الاستضافة الجميلة مرحبا بيكم معلومات كتير حنعرفها الأول مرة النهاردة أولا إحنا قدامنا ملازم في الطباعة بنسميها ملازم ملازم من المصحف الشريف للمراجعة ودي بتحصل كل يوم ومع كل طبعة نعم مزبوط كده نعم خلينا أبدأ بحضرتك وتقول لي بقى ده بيحصل إزاي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد قل الله تعالى إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون صدق الله العظيم بداية طبعا المصحف بياخد تصريح طباعة من لجنة براجعة المصحف الشريف في مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف طبعا تحت ما ظلت مجمع البحوث الإسلامية بعد تصريح الطباعة يأتي تصريح التداول التداول بمعنى أن المصحف أصبح سليما وصالح للتداول والطباعة والنشر يأتي طبعا المصحف هنا لمطبعة الأزهر الشريف حتى تتم عملية الطباعة بيدخل على الكمبيوتر بعدين حيث يسمعها الكلك وحيث يسمعها الزنكات ثم يأتي الفرخ بهذا الشكل اللي حدلك شايفه احنا دورنا هنا في مطبعة الأزهر الشريف بنراجع الفرخ اللي بيطبع من على المكنة كلمة كلمة وحرفا حرفا يعني حيث يطابق فيه كل ما يحتوي المصحف من الرسم العثماني والضبط والفواصل الفواصل اللي هي الآيات القرآنية اللي هي نهاية كل آية بعد التأكد من سلامة الفرخ من حيث النص وكل ما ذكر نكتب له جملة يطبع على بركة الله تعالى يطبع على بركة الله تعالى بعد التأكد من سلامته بعد حضراتكم تعودوا ترجعوا كلمة كلمة وحرف حرف فبياخد اللي هو الطباعة وحنا طبعا متابعين معاه بصفة مستمرة وكل خمسة آلاف نسخة تطبع نسخة بورقة عشوائية ونقرأ الورقة تماما كما قرأناهم من اول مرة اكيد اي حد زي ما انا سألتوا حضرتكم كده قبل التصوير هيسأل هو المصحف ليه بتراجع كل مرة ما هو المصحف واحد فانا اكتشف ان كل دار نشر لها حقوق في الخطوط وبالتالي بتجيب خطات يكتب المصحف بالكامل نعم وبالتالي يبدأ بقى هنا انه مرحلة انا كدار نشر نعم وكتبت المصحف بالكامل بخطات نعم اصبح ده حقي نعم بجيبه لكم الاول في مجمع البحوث الاسلامية مجمع البحوث الاسلامية اه اولا مرحبا بكم اهلا بحضرتك وكل عام وانتم بخير وحضرتك بخير اه حللتم اهلا ونزلتم سهلا ان شاء الله الله يخليك اه حضرتك فيه لجنة مراجعة المصحف ودي تابع اه الازهر الشريف دي المرحلة الاولى خاص الله يبارك فيك اللي انا بجيب لحضرتك مخطوط بخط اليد الله يبارك فيك ده بيجينا بقى لجنة مراجعة المصحف يعرض على جميع الاعضاء ويراجع مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشر لحد التأكد من ايه من اتزام الخطات بقواعد الرسم العثماني كلمة العثماني هنا يعني سيدنا عثماني ابن عثار الله عنه لان المصحف جمع وكتب بشكل معين بحيث يشتمل على الكراءات والاحرف السابعة اللي نزل بها الكراءات فالرسم العثماني ده اتباعه سنة لا يجوز مخالفته ابدا عظيم لا يكتب بالخط الاملاء في اي حد يكتبه من اول وجديد كخطات لازم الالتزام بالمصحف العثماني اللي هو موجود منه نصح عندنا في المتحف الاسلامي سئل الامام مالك رضي الله تعالى عنه هل يكتب المصحف على ما اهدثه الناس من الهجاء يعني الاملاء قال لا بل على الكتبة الاولى فالحمد لله الازهر يرعى هذا الحمد لله لابد من كتابة المصحف بالرسم العثماني ثم يلتزم فيه ضد ضبط سواء الضبط المشرقي ام المغاربة يعني احنا عندنا دول بتجلنا زي دول كل دول العالم لابد يأتي الينا ويعرض علينا المصحف لو هم عايزين يطبعوا المصحف يجيب الخطات يعني ليبيا يعرض على لازم لجنة البحوث لعندنا ليبيا المغرب الجزائر كل دول كل الدول فبيجي الضبط له طريقتين ضبط مشريقي وضبط مغريبي لابد ان يلتزم بطريقة الضبط اللي هو حضرتك لو تاخد بالك علامة سكون بتختلف في المشارقة تبى رأس حاق التاني بتبى صفر مستدير ايه وهكذا في العلامات علامة همزة الوسط علامة همزة القط الإيمال لابد فاحنا بنرجع هذه الأمور ونتطمن اني ممكن الخطاط ياخد معنا شهر اثنين ثلاثة اربع المهم ان نتأكد من سلامة النص القرآني وسلامة الرسم وسلامة الضب وسلامة الطب وعلامات الاحزاب وعلامات الاجزاء ورقم الصفحات والهامش حتى شكل الهامش لان احنا ده ده مصحف واذا كان يعني مطالب ان احنا نحسن جميع امور حياتنا فاولى بالتحسين هو كتاب الله عز وده الله عليك الله عليك يعني احنا يبقى مصادر المصاحف كتير يعني ممكن في عزة ممكن حد نشتري مصحف من باقي على رصيف وارد ازاي يقدر هو يعتمد ان المصحف اللي في ايده مصحف سليم مية في المية ادور على ايه شوف حضرتك بقى هو ادور على هنا ده تصريحه ده تصريح بتداول تداول ولزاك احنا بنقول حاجة مهمة جدا جدا كمان كلمة تداول دي مهمة ليه بقى فيه قبل منه تصريح طب تصريح الطبع ده ما تشتريش المصحف لو لقيت ما تشتريش حاجة مكتوب عليها تصريح طبع بس يبقى الاول او ما تقتنيش حاجة عليها تصريح طبع بس لازم تصريح تداول تداول يعني المصحف اللي في اخر وما فيش ورقة التصريح يبقى ده ما عداش على الأزم ده ما جاش ثانيا يهتم بكلمة تداول مش طبع يعني بعض الناس ممكن يلاقي نسخة ما شاء الله ما شاء الله ربنا يقويكو ودايما يعني يقويكو والله لا ينهاش مهمة شقة مسؤولية كبيرة جدا يلا بقى نكتب الجملة دي عشان نودي الحاجة بقى يلا بسم الله هنكتب ايه هنكتب ربع على بركة الله في دقة تنقل أفرخ الورق في رحلة يومية كاملة التفاصيل لكي تبدأ رحلة مصحف بطبوع يسافر إلى يد قارئ في مكان ما في العالم والجميع هنا في مطبعة الأزهر يعملون بحب واحتراف من أجل ميلاد نسخ جديدة مطبوعة من المصحف الشريف كاملة دا الدقة في دول في العالم الأزهر الشريف بتودلها المصحف احنا المصحف بتاعنا مصحف يعني احنا ما بيتبعش المصحف مجاني المصحف دا مصحف مجاني احنا المصحف عندنا بننتج في حدود تقريمة في حدود اتنين منين منتج على مدار العام دا ما بين مصحف هم من الأجزاء القرآن كريم بيتوزع أجزاء القرآن كريم مع الطلبة بتاعتنا في المرحلة التدريبية في الأزهر في الأزهر المصحف فيه جزء بتوزع على مراحل المرحلة الاعدادية عندنا وفيه جزء الأعظم من المصحف دا بيتوزع عندنا على المعظة غالبية المساجد وغالبية دور تحفظ القرآن وجزء منه بيوصل لإخواننا في الدول العربية أو الدول الأفريقية أو الدول الإسلامية بنوزع لها دا كله بيطلع بالمجان يعني احنا بنتكلم كل ما يخرج من هنا هو هبة هبة لأي مكان في العالم إزايك الحمد لله وشكرا محمد عبد الميناء والدرحمة محمد إنه عبد الحمد نصليمت عليك يا عبد نعم نصليمت عليك لسه زيك يا عبد انتو دوركو إيه بقى هنا المكان اللي ورانا دي بتعمل إيه آآ المكان دي أولا بسم الله الرحمن الرحيم مكان التوضيب توضيب توضيب آآ دا دي ملازمة دي ملازمة جاية منك الطبيع جوا من مرحلة أولانية المصحف الشريف بتجيل انا هنا من مرحلة تانية. ايه. انا من هنا من عند اللي انا برس بنزل اه من عالطاول. انا وزميلي اه. تمام. لازم ان احنا اللي تنين بوقفين فاهمين على الماكنة عظيمة. عظيمة. شغلها ازاي. بتنزلوا الطاولة هنا دي. اه بنزل من هنا الهواتين اه. زي كده. ونبدأ ندوس. ونبدأ ندوس هنا. ادريتك. ادريتك. ماشي. فبسم الله الرحمن الرحيم. اه. تبدأ اللي ايه? طب. 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 طبعا بقى احد تاني. اه هاي. هنا. اه. 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 طبعا. اه. شغل عمال شغل. ادي الملازم. هتبدأ تروح هنا. اه. هاتلي بقى من همه من هنا. هتعمل. اه دي. ملزم الملازم المضبوعة. تمام. بقى. نقفل بقى خلاص. تمام عجيز. ضرار واحد المرات. اه ضرار واحد اه. مصحف الشريف اهو. ده ملزمة من ملازم. المصحف كان ملزمة تنين وتلاتين ولا? تمنتاشر. تمنتاشر. تكمل ملزمة كانت صفحة? تنين وتلاتين. تلاتين. كل المصحف اللي عندنا في البيوت اه واحدة ولا بتختلف في الطباعة? لا هو الطباعة في بيقى مصحف مختوم الايات. اه. ومصحف غير مختوم الايات. لاي ما اه. اه. ما شايخنا الولد. اه. وهي. اه. الفونط بقى بيتحكم بيتحكم في حجم الصفحة وحجم الملزمة. اه. اه. نحن ليه. يلا بقى نشوف هنا اه الجزء قبل الاخير. اه. اه. في اه قبل ما المصحف في جلمة. بصورة نهاية. بالصورة النهاية. احنا شفنا قبل كده خلاص شفنا المراجعة. شفنا الطباعة وشفنا المراجعة. وشفنا التوديم. وشفنا الملازم وتتعامل. هنا بقى الملازم هتبقى مع بعضها. بسهل. مرحلة الجامع بتاعت المصحف. ازايك عامل ايه. برك ايه. الله ينور. ده ده احنا كده بنتكلم في الاتنين وتلاتين. المصحف ده اربعة وستين ملزمة اللي هو اه. ايو. اه. فدول كم دول دول كم ملزمة كده. دول سبعتاشر. عشان ده الصغير. ايو اه. 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 الملزمة جاية هنا طبعا لسه. عن اه. هيتقص. هيتقص. بعد ما تخيم. بتاع? فادي مرحلة. انت اه يعني بالراحة بس بالراحة انت كده هو عتغلط. طب مين يراجع وراك? لا ما فيه مراجعة بقى. ما احنا برجع تاني. اه. احنا المصحف كل مرحلة دول مراجعة. يعني انت ده كده ده كده ايه? دول كده ست نسخ ثلاثة ثلاثة. اه. ست نسخ. اه يعني دول تعالى. تعالى كده. تعالى كده. اه. 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 واحد اتنين تلاتة. هما ستة بتقسم في النص هنا. ايوة. ستة. تمام. تمام. كل كل نسخة سبعتاشر. يعني ده كده اتنين مع بعض. ايوة. دول مصحفين مع بعض. اه. دول مصحفين. وفي اتنين وفي اتنين. يبقى ست. عزيم. اتحطوا على بعض. عشان ادخلوا الماكنة. للخياطة. الاول. اول. اتخيلاتوا وبعدين يتغروا. لكن انت هنا بنظم الاجزاء. سبعتاشر ستاشر هداشر كده. من سبعتاشر. بدأ من الاخر. من فوق من واحد. ها. واحد. دلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. اه. عشرة اتناشر اتناشر تلاتاشر اتناشر سبعتاشر سبعتاشر. هناخد كده. هناخد كده هون. من هنا هون. على كده من شوف كده. من هنا. ابدأ هنا. ابدأ هنا. وتعلى حضرت الله. بسم الله. كده. ايوة. كده. ايوة. كده. ايوة. اربعة. بتعد? ايوة. يلا. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. امام. رحنا هنا. ايوة. ايوة كده. اه انت طبعا سريع ها? سريع. بس انا الديني اربعة عشرين ساعة وحبقى تمام ها? ها? اهو. شغلانا جميلة. ومريحة. طبعا. رحنا تسين طبعا. قوي. ده اخر اخر حاجة ها? اه. كده اهوة. خلصت كده. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اهوة برضو عايزة وريكوا التصريح متاع الايه? الازر الشريف وتصريح تداول مهم جدا تصريح تداول. اه. كده خلاص. ايا كده خلاص. حلو جدا. خلاص. حلو جدا. خلاص ها? كده ف some. Mandi. مهم جدا. احنا جماعنا هناكل مصحب. اه. اناكل مصحب. بيجي بعد كده نخيطه. عشان ما لازم تكسل بعض. خلاص اه. اه. ده الخياطة دي الخياطة الاوتوماتيجية بيتم على ناكرة الخط هنا على ماكرة الخياطة. بيتم عندنا هنا الاوتوماتيج. طب ما نشوفها كده. نشوفها عم فوزي. شغل الماكرة? يلا نشغلها شوية. نبقى نقفالها. بس خلينا نشوف مع بعض. احنا عملنا ايه عم فوزي بقى? احنا عملنا نشغلنا. حطينا نصفة. حطي الشغل في الماكرة. اه. بداية الماكرة. الماكرة عندي لقى اخوة احمد كده. لو حضرتك عايز كيفو. اه انا شيفها من هنا اهو. اه. عجيلك. بتشغل الماكرة بتسحب ملزمة ملزمة. ايه. زي ما الاخ بيجمع ملزمة ملزمة هي وضع. حضرتك هنا اول مكان بتسحب ملزمة ملزمة. مم. بحد ما تجمع الملزمة كلها وتسع الملزمة. دي ناسا الملزمة ايه? اه. حاجة جميلة والله. حاجة جميلة. حضرتك تسحب ملزمة ملزمة زي الجمع للزمة. حضرتك عم توزي بالك ادي ايه مطبعه القديم. كمان. اه مطبعه القديم. اه طبع. اه. فاكر ايه من المطبعه القديم. فاكر ان انا اول ما اتعلمت على مكانة صدري مكان غيره كده. اه. يعني صدري زي واش المكان دي كده. ايد ورجلة كده. اه. احنا ممكن بعد ايهزك عالفوز نقفل. اه. 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 اقفل عشان نسمع. مم. كان فيه مكانة اه سدق ملتونة في المطبع. لحد يشتغل عليها. وبعدين اه طلبوا ان المكان عايدين سرعة شوية بالرياطة. اه. كانت يدوي. اه انا فاكر. كانت يدوي. اه. 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 كان فيه رئيس خسمة راح جايب واحد صنايا يصلح المكانة. وقال لي دوت مع الراجل كان. ويفضناها تلاتيان. محمد الله. ربنا بصراحة اكرمني وبتعلمتك الشغلانة. فبقيتها اخيات عليها كماليدوي. اللي اللي بتنبس بالرجل واوار من الايدي. لحد ما ربنا اكرمنا وجينا هنا اتطورت المطبعة. عملينا المطبعة زي لصرح دوت يعني. جميل. اه. احنا هنا بقالنا قد ايه المطبعة. المطبعة هنا من الفين وواحد. الفين وواحد اتنوه اتنين اه بقالنا اتنوه وعشرين سنة. المبلة ده قائمة على حاجة. جميل. جينا هنا. يعني ماشاء الله. اه. الحمد لله. جينا هنا المكان دوت. والمكان دوت. اشتغلنا على ده الحمد لله ورده. لان ده جنزير اطول شوي يعني كده. بترمي هنا كده. والمال ده ما تمشي كده. لكن دكت في وشك كده عاو ترمي وتدوس من ايه. مناخر تحفظ. ماشاء الله. واتضى ربنا الحمد لله تعلين على نفس المكانة. انت عارف حضرك طبعا ان ايه ان انتو بتشتغلوا يعني اه اه اكتاب الله. اقيم حاجة. اقيم. 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 يعني. مفيش. مفيش متخيص اي حاجة. وفي الناس يحتاج دقة ويأخذة كبيرة جدا. جدا. عشان ما حصلش اي غلطة يعني. الحمد لله. حمد لله. ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اعتمادهم راجعتوا تقابل اللجنة المختصة بالمجمع البحث الإسلامية كلام عظيم جدا أنه لإخواتنا المكتوفين أنه هم يقدروا يقروا القرآن وبعدين هنا في ميزة لحظتها وبشمانس أكد لي عليها أنه الكلام مكتوب الجنة هي المقوى بسم الله الرحمن الرحيم وقادي إيه حنمشي كده نقراه يسألونك عن الساعة أيوة إحنا كتبين الكتابة بتاعتنا بنفس تشكيل المصحف بنفس الآية بتاعت المصحف بحيث أن المبصل لو كيف يقرأ يساعد لو فيه تشكيل غلط أو حاجة ده الجديد عندنا في طبعة الأزر إحنا في الطبعات التقليدية تاعت الإبرايل بيتبع برايل بس فبالتالي الزول يحتاجات الخاصة هو الواحده دي عفيقرة أنا لو قاعد جميه ما عرفشها هنا حاجة حلوة جدا 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 فدي كانت حاجات تجربية تاعت التجربية إنه وده ده لسه منزلش بقى لا 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 ده نسخ تجربية لسه وما نزلش وما وصلش لأي جمعية ولا إيه لأ لسه احنا هنا بنعمل حضرتك المختص بفكرة التباعة بتاعت نظبط طيب اشرح لنا ده بدأ إمتى الفكرة دي والتجربة دي احنا الفكرة دي كان جات لنا علشان إن إحنا نقدر نواكب اللي اتنين يبقى المصحف مقروق وفي نفس الوقت بطريقة البرايل وفي نفس الوقت بالرسم العثماني بزاق عظيم عظيم جدا جدا جات فكرة عملنا له البرواس حيث إن هو برضو يبقى واخد نفس الراورك بتاع المصحف العادي طبعا طبعا نفسي فقامت نسخة تجربية دي نسخة نفسها للتداول على اعتبار إن لسه إيه آآ ما خلتش التصريح للتداول يعني دي كانت أول تجربة ليه خالص آآ خلي بالك يا جماعة تاني عايز أقول إن كل دول نسخة 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 اللي معايا ده نسخة واحد عشان يقدروا يعملوه بطريقة البرايل آآ آآ دي كانت أول تجربة لنا خالص نحن نعمل آآ مقروق وفي نفس الوقت بطريقة البرايل معي آآ آآ بسم الله فنبدأ بقى من هنا الهنا بزبط من الشمال اليمين كده بزبط بسم الله الرحمن الرحيم لكل إخواتنا هو المصحف إن شاء الله قريباً يرى النور ويبقى معاكو نسخة مطبوعة شكرك شكراً جزيلاً كل سنة طيب آآ عمل مهم وعمل كبير وتستمر مطبعة الأزهر من هنا من العباسية آآ تنتج للعالم كله المصحف الشريف شكراً جزيلاً وكل سنة وحضر لك طيب شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً وطبقى من بعض الأزهر الشريف عتبة محبة تنبط كل يوم بطباعة كتاب الله في رحلة غاية في الانتباه وغاية في الحب ببرز كيف تحلو قصاده تقفلت أبوات بس أنت أسعب قلبه ورسقك تسيبه على الوهات رسقك في نقسك الراضيات في سدر وصحة مش في الماء في حرفة في كلمة أو الصنع بتعملها بطول الباب موسيقى الرزق ده لتصاحب لو تصاحب تضحك لك الدنيا موسيقى رزقك هنا في بلدك ما مش محتاج تروح بلاد تانية موسيقى 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 موسيقى